استراتيجية متكاملة تسعى الحكومة الجديدة لتنفيذها للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيزها للزيادة القدرة التنافسية وجذب مزيدا من الاستثمارات وتقوم الخطط الحكومية على توفير بيئة أعمال محفزة لدعم تحقيق معدلات نمو انتاجية مرتفعة تدعم قطع التصدير بشعار مع النبني مستقبلا مستداما وضعت الحكومة الجديدة برنامجا محكما تضمن خريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب الاستثمارات المحلية والأجنبية برنامج الحكومة الجديدة يشير إلى مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول في إطار السياسات التي تتبناها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث انتهت الحكومة من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الأطروحات المعلن بمعدل تنفيذ مئة بالمئة حيث بلغ إجمالي قيمة ما تم طرحه من الشركات والأصول منذ الإعلان عن البرنامج وحتى الآن نحو 5.8 مليار دولار خطة الحكومة الجديدة تقوم على توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة الحكومة الجديدة كذلك أكدت حرصها الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص حيث استهدفت من أجل ذلك عدداً من البرامج الرئيسية من أبرزها مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والاستمرار في برنامج الطروحات مع تبني سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات وتبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي وهكذا تواصل الحكومة الجديدة عملها في إطار خطط محكمة ومدروسة لدعم الاقتصاد وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية